في هذا الدرس سنصلت الضوء على دور المدن في تنظيم المجالات الجهوية فهي نقطة مهمة جدا في إطار العلاقات بين المدن والأريال إذن المدن تقوم بدورها في التأطير الجهوي نتيجة لتوفرها على أنشطة القطاع الثالث إذن أنشطة القطاع الثالث تخول للمدن قيام بهذا الدور الجهوي كنا حينما تطرقنا لنظرية المواقع المركزية أو الأماكن المركزية لولتر كريستالر وقفنا على أهمية هذه الأنشطة في التأطير الجهوي حيث أن وولتر كريستالر بنى نظريته نظريات المواقع المركزية بالاعتماد على أنشطة القطاع الثالث إذن هذه الأنشطة هي التي تخول للمدينة القيام بدورها الجهوي يمكن اعتبار أنشطة القطاع الثالث في تركزها المجالي بحيث تقوم هذه الدراسة على أساس العلاقة بين الأماكن التي تتركز فيها هذه الأنشطة يعني عموما هي المراكز الحضرية والأماكن التي يتواجد بها مستعمل تلك الأنشطة إذن هي تلك النطاقات التي يتوزع داخلها مستعمل أو زبناء تلك الأنشطة وهي وجهة نظر متعلقة بتنظيم المجال من طرف مراكز حضرية تقوم بوظيفة التأطير لجزء من المجالات الموجودة خارج حدودها يؤدي اشتغال هذه الأنشطة أنشطة القطاع الثالث المجالي يؤدي اشتغالها المجالي إلى ظهور تلاتية كلاسيكية من ماذا تتشكل هذه التلاتية من أولا من المركز المركز الحضري أو المكان الذي تتواجد داخله تلك الخدمة سواء تعلق الأمر بأنشطة تجارية أو الأنشطة الخدماتية المكون الثاني ونطاق النفوذ زون دانفليونس وهو المجال الذي تتواجد أو يتواجد داخله مستعمل تلك الخدمة المكون الثالث هو تيارات العلاقات الفلو دولاسيو أو ما سميناه بتدفقات إذن هي الترابطات أو العلاقات التي تربط بين ماذا وماذا بين المراكز الحضرية التي توجد داخلها أنشطة القطاع الثالث ونطاقات التي توجد داخلها المستعملون لتلك الخدمات وطبيعة الحال إذن هذه الخدمة يمكن أن تتجه إلى الزبون أو أن الزبون يتمقر من أجل الاستفادة إلى الخدمة كيفما كان نوعه أو اتجاه تلك العلاقات التي تربط بين المراكز ونطاقات النفوذ يمكن أن نقارب أنشطة القطاع الثالث كذلك من زاوية العلاقة بين توطن تلك الأنشطة أو تموقع تلك الأنشطة والمجال الذي يتحمل تلك الأنشطة نعني به المجال الذي توجد فوقه تلك الأنشطة أو بالفرنسية كغير من الأنشطة الأخرى يتوطن القطاع الثالث داخل المدينة داخل نقطة مجالية ضرورية لاشتغاله إذن توزيع المجالي لأنشطة القطاع الثالث داخل المجالات الحضرية لا يتم بطريقة أشوائية واعتباطية بل تتحكم فيه قوانين ويتحكم فيه منطق خاص إذن تطرح ضرورة دراسة المواقع المدبوطة لأنشطة القطاع الثالث مسألة المنطق الذي يتحكم في توزيع هذه الأنشطة داخل المجال الحضرية وبالتبط داخل ما يمكن اعتباره نقطة قوة داخل المجال الحضرية بحيث أن هذه الأنشطة تتركز داخل نقطة متميزة داخل المجال الحضرية هذه النقطة المتميزة إذن هي أماكن مركزية داخل المجال الحضرية يسهل الوصول إليها من جميع الاتجاهات سواء داخل المدينة أو خارج المدينة وبالتالي توزيع هذه الأنشطة داخل المجال الحضرية يؤدي إلى تشكل ما يسمى المركزية الحضرية لسانت خاليتي إربان يطرح هذا النوع من الدراسات إذن مسألة العلاقة بين تموقع وتوطن هذه الأنشطة والتنظيم العام للمجال داخلي للمدن وخاصة مركز المدينة الذي يظل مكاناً متميزاً تتوطن داخله أو يتوطن داخله عدد مهم من أنشطة القطاع الثالث في دراستنا كذلك لأنشطة القطاع الثالث نضرر التمييز بين أنشطة القطاع الثالث العادية والنادرة جزء مهم من أنشطة القطاع الثالث هي أنشطة عادية يعني أنشطة مستعملة بكترا وموزعة على نقطة مجالية متعددة وقد تتشتتو داخل الأرياف أو داخل مراكز حضرية أقل أهمية إذن تتوفر مختلف المراكز كيفما كان حجمها على أنشطة عادية أو أنشطة مستعملة بكترا من طرف عدد كبير من السكان موزعين على نقطة مجالية متعددة حيث تتميز بالتشتت المجالي بل نجدها تتوطن أيضاً داخل المجالات الريفية إذن هذا النوع من الأنشطة هي أنشطة عادية يعني أنها أنشطة يحتاجها السكان يومياً أو بوتيرة سريعة جداً يعني التردد عليها يعتبر مهم جداً وبالتالي فإنها تحاول أن تقترب من الزبنة أو من المستعملين عن طريق تشتتها المجالي إذن نجدها متشتتة مجالياً في جميع الأماكن سواء داخل الأريف أو داخل المراكز الحضرية كيفما كان نوعها سواء تعلق الأمر بالمراكز الحضرية المهمة أو التي توجد في أدنى مستويات التراتبية يؤدي توزيع أنشطة القطاع الثالث العادية داخل المجالات الحضرية خاصة داخل المدن الكبرى إلى ظهور عدد مهم من النقط أو نقط التركز دون أن تعكس تلك النقط وظيفة المركز الحضرية بالنسبة لدائرة نفوذ خارجية حيث يتجزأ المجال إلى نقط نفوذ صغيرة جداً تتطابق وماذا؟ تتطابق حدود الحي وذلك تبعاً لتوطن تلك الأنشطة العادية التي ينحصر تأثيرها في الساكن الحضرية ماذا نعني بذلك؟ نعني على أن أنشطة القطاع الثالث العادية لا يمكن الاعتماد عليها لدراسة دور الجهوي الذي تقوم به المدن لماذا؟ لأنها تتوجه نحو زبناء مستعملين محليين فقط بحيث أن كل نشاط الثالثي سوف يخدم زبائن قلائل يتواجدون داخل دائرة نفوذ صغيرة جداً لا تتعدى حي داخل المدينة إذن لا يمكنه عموماً أن نعتمد على أنشطة القطاع الثالث العادية من أجل دراسة الدور الجهوي الذي تقوم به المدن ما هي أنشطة القطاع الثالث التي يمكن الاعتماد عليها على الدور الجهوي الذي تقوم به المدن ودورها في تنظيم المجال هي الأنشطة النادرة الأنشطة النادرة تختلف عن أنشطة أنشطة القطاع الثالث العادية بكونها لا يحتاجها السكان بوتيرة سريعة جداً إذن يحتاجونها نادراً بالتالي تتميز هذه الأنشطة بالتركز المجالي ما معنى التركز المجالي؟ يعني أنها لن تتواجد في جميع المستويات المجالية لن تتواجد في جميع المراكز المجالية المراكز الحضرية بل تتواجد فقط في بعض المراكز الخاصة وتمكن حسب مستويات نداتها من تحديد أنواع مختلفة من المراكز التي تتوفر على نطاقة نفوذ تابعة لها إذن هذه الأنشطة النادرة هي التي تمكن المدن من توفر على دائرة نفوذ وتختلف دوائر النفوذ التابعة لتلك المدن أو يختلف اتساعها حسب مستويات الندرة التي تتوفر عليها تلك المراكز وحسب عدد تلك الأنشطة النادرة التي يتوفر عليها المركز بحيث أنه كلما ازدادت تلك الأنشطة ندرة وكلما ازداد عددها كلما تسعد دائرة نفوذ ذلك المركز الذي يتوفر على تلك الأنشطة وبالتالي تظل الأنشطة النادرة أو أنشطة القطاع الثالث النادرة هي الأكثر ملائمة لتحديد مجموعة من المراكز ونطاقة النفوذ التابعة لها إلى مدى تقودون هذه الملاحظة؟ إلى تمييز مستويات ندرة دوغري دوغرطي مستويات ندرة للأنشطة وبالتالي إلى وضع تصنيف أو نمدجة للمراكز الحضرية التي تحتضن تلك الأنشطة إذن يمكن أن نبني تراتبها للمدن حسب نوعية الأنشطة النادرة وعددها إذن كلما كان المركز مهما كلما كانت الأنشطة النادرة مهما وكلما زادت دائرة نفوذه وتوسعت وكلما كان المركز الحضري قليل أهمية كلما قلت الأنشطة النادرة التي يتوفر عليها أو اختفت وكلما إذن تضاءلت دائرة نفوذه إذن يمكن الاعتماد على هذه الأنشطة لبناء تسلسل أو تراتبية للمراكز الحضرية يمكن كذلك أن نقارب أنشطة القطاع الثالث بالاعتماد على العلاقة بين هذه الأنشطة والمقاييس المجالية المختلفة تمكننا هذه الدراسة من ضبط وجهات نظر وجهات نظر مختلفة حسب المقياس المجالي الذي يتم اعتماده فعلى مستوى المجال الحضري يمكن أن نقارب أنشطة القطاع الثالث يعني على مستوى هذا المقياس المجالي يمكننا إذن مقاربتها بالاهتمام بالتنظيم الداخلي للمراكز الحضرية وبالتالي يمكننا ذلك من تناول توزيع هذه الأنشطة داخل المجالات الحضرية والعلاقة بين هذا التوزيع كما رأينا سابقا ومسألة المركزية الحضرية يمكن أيضا أن نقارب أنشطة القطاع الثالث وعلاقتها بمقياس مجالي آخر وهو على مستوى المجال الريفي بحيث أننا في هذا المقياس المجالي يمكننا الاهتمام بتوزيع الأنشطة الثالثية داخل المجالة الريفية ودراسة تشكل المراكز الصغرى بحيث أن أنشطة القطاع الثالث تعتمد عليها مجموعة من المراكز لكي ترتقي من مستوى قرى كبرى إلى مستوى مركز حضرية إذن كلما ازدادت أهميته تلك الأنشطة الثالثية كلما استطاع التجمع أو المركز بالارتقاء من مستوى قرية إلى مستوى مدينة وبهذه الطريقة تشكلت مجموعة من المراكز الحضرية على مستوى الجهة يعني عند هذا المستوى من المقياس المجالي يمكن مقاربة أنشطة القطاع الثالث واستخراج مراكز أكثر تجهيزا تتوفر على أنشطة القطاع الثالث أكثر ندرة هو الشيء الذي تطرق له سابقا إذن استخراج المراكز التي تتوفر على أنشطة القطاع الثالث الأكثر ندرة فالمراكز الأخرى التي تغيب فيها بعض المستويات من أنشطة القطاع الثالث وبالثالث ثلث الضوء على الدور الذي يمكن أن تقوم به داخل مجالها الجهون أما على المستوى الوطني فيمكن اعتبار هذا المقياس مجالا مهما وملائما لتناول أنشطة القطاع الثالث بالدراسة لماذا؟ لأنه يمكن من اعتماد مقاربة منهجية لمفهوم الندرة ومختلف العلاقات الموجودة بين نطاق نفوذ القطاع الثالث ونوعية الأنشطة الثالثية التي تتوفر عليها المراكز فعند هذا المستوى المجالي أو عند هذا المقياس المجالي تزداد أنشطة القطاع الثالث ندرة ويزداد تركزها إما في مركز واحد إذا كانت البلاد تتوفر على عاصمة تجمع بين الوظيفة الاقتصادية والوظيفة السياسية ويمكن أن تتوزع هذه الأنشطة النادرة بين عاصمتين كما يوجد في المغرب إذن هناك عاصمة اقتصادية التي هي الدار البيضاء وعاصمة سياسية هي مدينة الريبط إذن يمكننا هذا المقياس المجالي أيضا من دراسة تشكل الشبكات الحضرية الوطنية ومسألة التراتبية الحضرية عند ذلك المستوى إذن يمكننا أن نستخرج إذن المدينة أو المكز الذي يتحكم فيه كافة التراب الوطني والترابطات الموجودة بينه وبين العواصم الجهوية وبالتالي يمكن أن نستخرج بنية تطبعها تراتبية لتلك المراكز يمكننا أيضا أن نقارب أنشطة القطاع الثالث عن طريق تمييز بين الأنشطة القيادية والأنشطة الخدماتية فما تنعني بكل صنف على حدة يمكننا بالاعتماد على بنية المؤسسة أن نميز بين صنفين من أنشطة القطاع الثالث فهناك الأنشطة القيادية وأنشطة الخدمات ماذا نعني بالأنشطة القيادية أو نعني بها إدارة المقاولات يعني أن أنشطة تنتج قرارات الهدف منها هو تسير مجموعة من المقاولات وهي تختلف تماما عن أنشطة الخدمات التي تقدم خدمة أو تبيع سلعة أو سلعا لزبناء أو مستعملين نهائيين وبالتالي يؤدي التركيز المالي داخل نظام الرأسمالي الحالي إلى تقسيم مجالي للمقاولات الاقتصادية بين المكان الذي تتواجد فيه إدارة الشركة يعني الإدارة التي تسير بوسطة مجموعة من القرارات وعلى أماكن التي تتوطن فيها المؤسسات التابعة لهذه الشركة يعني هذه المؤسسات التي تدخل في علاقة مباشرة مع الزبناء وهو تميز مهم جدا إذا أردنا القيام بجغرافية لأنشطة القطاع الثالث أي العلاقة بين الاقتصاد والمجال يطبع الاقتصاد على المجال بأماكن يتم فيها الإنتاج وهنا حينما أقول الإنتاج أعني به جميع أنواع الإنتاج فسواء تعلق الأمر بالإنتاج الأولي يعني القطاع الفلاحي زائد تعدين زائد الصيد البحري إذن سواء تعلق الأمر بالإنتاج الأولي أو القطاع الأول أو تعلق الأمر بالإنتاج الصناعي أي توطين المصانع التي تطلع بإنتاج السلع وتحويل المواد الأولية أو تعلق الأمر بالإنتاج الثالث يعني الإنتاج المتعلق بالقطاع الثالث ماذا نعني به؟ نعني به المكان الذي تستقر فيه الوكالة البنكية التي تدخل في علاقة مع الزبنة تجارة التي تبيع سلعا وتدخل في علاقة مباشرة مع الزبنة إلى غير ذلك إذن هناك تمييز واضح أو يجب أن يكون تمييز واضح بين الأماكن التي توجد فيها البنيات المسيرة والتي تنتج قرارات وتصدر قرارات الهدف منها وتسير والصنف الثاني من أنشطة القطاع الثالث يعني التي تدخل في علاقة مباشرة مع الزبنة أو المستخدمين النهائيين لتلك الخدمة ويعتبر ذلك بما تابت أول علاقة بين الاقتصاد والمجال أما ثاني علاقة بين الاقتصاد والمجال فهي توزيع أو توطن الإدارات المسيرة للأنواع الثلاثة يعني للإنتاج الأول أو القطاع الأول إنتاج القطاع الثاني والقطاع الثالث إذن تحديد الأماكن التي تتوطن فيها الإدارات المسيرة للأنواع الثلاثة مثلا إدارة الشركة التي تمتلك إحدى المواد الأولية الفلاحية بإفريقيا إذن هناك أراضي فلاحية في إفريقيا تنتج مادة أو مجموعة من المواد أما وهي تتبع لشركة ما هي التي تستغل تلك الأراضي الزراعية الشركة المسيرة ستستقر ليس بالقرب من الأرض الزراعية بل ستستقر بعيدا عنها يعني مثلا في مدينة باريس لأن الفرنسا أو الرأسمال الذي يستغل هناك الأراضي الزراعية هو رأسمال فرنسي وبالتالي ستستقر الإدارة المسيرة التي تنتج قرارات وتصدر قرارات ستستقر بباريس وهي العاصمة الفرنسية هكذا نلاحظ إذن فصلا مجاليا بين الإدارة المسيرة ووحدات الإنتاج تابعة لنفس الشركة تصندف الأنشطة القيادية ضمن القطاع الثالث لأنها لا تنتج منافع ولا تدخل في علاقات مباشرة مع الزبلاء أو المستخدمين النهائيين بل تنتج قرارات الهدف منها هو التسير ويؤدي التركيز المالي إلى التمييز بين الإدارة المسيرة للمقاولة والمؤسسات التي تطلع بالإنتاج بحيث تصبح وظيفة التسير وظيفة قيادية هذه الأنشطة القيادية تتبع منطقا خاصا في توطنها يختلف عن منطق توطن الأنشطة الخدماتية التي تخدم الزبنة إذن الأنشطة الخدماتية التي تخدم الزبنة ستحاول أن تقترب منها أولئي الزبنة إذن تتوزع مجاليا بطريقة تغطي فيه متطلب الزبنة وحاجية الزبنة أما الأنشطة القيادية فستتحاول أو ستتوطن في أماكن تمكنها من القيادة ومن التسير إذن يتوطن النشاط القيادي تبعا لظروف اتخاذ القرار وليس تبعا للقرب من المؤسسات المسيرة أو التابعة إذن قلنا الصف الأول فيما يخص أنشطة القطاع الثالث الذي ميزناه هو الأنشطة القيادية الصف الثاني هو الأنشطة الخدماتية وهنا أشير على أن نعني بالأنشطة الخدماتية إذن هي الأنشطة التي تقدم خدمات أو الأنشطة التي تبيع سلعا إذن تجارة زائد الخدمات لا نعني بها فقط الخدمات بل نعني بها تجارة زائد الخدمات إذن تضم أنشطة الخدمات باقي أنشطة القطاع الثالث التي لا تدخل في إطار الأنشطة القيادية وبالتالي كما قلنا سابقا هذه الأنشطة أو أنشطة الخدمات لها علاقة مباشرة مع الزبناء أي أنها توفر خدمة للزبناء تجارة خدمة الصحة خدمة التعليم إلى غير ذلك أو الإدارة إلى غير ذلك إذن مجموعة من الخدمات التي تدخل في علاقة مباشرة مع الزبناء وبالتالي نستنتج من كل ما سبق أن جغرافية الخدمات على عكس الأنشطة القيادية ترتبط بالعلاقة الوطيدة بين توطن المستعملين وتوطن المراكز التي توفر تلك الخدمات ثم لمقاربة أنشطة القطاع الثالث نضطر للتمييز بين قطاع خاص أو قطاع ثالث خاص وقطاع ثالث عمومي إذن فماذا نعني بهذين الصنفين؟ يمكن تصنيف أنشطة القطاع الثالث وذلك بين التمييز بين قطاع ثالث خاص وقطاع ثالث عمومي ويمكن أن نتساءل في ماذا يفيد هذا التمييز الجغرافية فالقطاع الثالث الخاص أو التخسير بخيفي حينما تتوطن خدمة خاصة في مكان ما تضطر إلى الأخذ بعين الاعتبار توفر زبناء قادرين على استعمالها مديا يعني يتوفرون على مستوى عيش وعلى دخل يمكن هؤلاء الزبناء من الاستفادة من تلك الخدمة لأن المقاولة الخاصة تسعى في توطنها في مكان ما تسعى إلى تحقيق مردودية إن المنطق الذي يتحكم في توزيعها الجغرافي أو في توطنها هو منطق الربح وبالتالي ستبحث عن الأماكن التي توفر لها أقصى ربح ممكن هكذا يرتبط القطاع الثالث الخاص في جغرافيته يعني في توزيعه المجالي بمشاكل لها علاقة بالقدرة الشرائية للزبناء مما يؤدي منطقيا إلى ظهور تفاوتات جهوية في توزيع هذه الأنشطة بحيث أن منطقيا للأماكن التي يرتفع فيها الدخل وترتفع فيها القدرات الشرائية للسكان ستتميز هذه الأماكن بأهمية أنشطة القطاع الثالث الخاص بأهميتها من حيث العدد وبتنوعها الكبير لأن هناك طلب على تلك الأنشطة طلب يفسروا بارتفاع القدرة الشرائية لهؤلاء السكان إذن هذه التفاوتات التي تظهر هي تفاوتات طبعا مرتبطة باختلاف مستوى المعيشة في تلك المناطق أما القطاع الثالث العمومي أو التخسير بيبليك فيرتبط ليس بالوضعية المالية للزبناء أو الأفراد بل يرتبط بالوضعية المالية لبلد ما وهو قطاع يخدم العموم لأن السكان هم الذين يتحملون المصاريف المترتباء إذن عن طريق الدرائب بالطبع يؤدون عن هذا القطاع أو يؤدون الدرائب أو يؤدون عنه بطريقة غير مباشرة وبما أن هذا القطاع لا يؤدي عن المستعملون مباشرة بل بطريقة غير مباشرة عن طريق الدرائب غير المباشرة فإنه يتوزع داخل مجالات جد مختلفة من حيث مستوى العيش لأن هذا التوزيع لا يتحكم فيه مستوى العيش بل تتحكم فيه فقط القدرة المالية أو الوضعية المالية لبلد ما لهذا لا يخذه القطاع الثالث العمومي في توطنه إلا للقدرة العامة للدولة على تحمل مصاريف تلك الخدمة هذا التمييز بين القطاع الثالث العمومي والقطاع الثالث الخاص يظهر أيضا على مستوى الأنشطة القيادية فالأنشطة القيادية هي كذلك يمكن أن نميز داخلها بين الأنشطة القيادية العمومية والأنشطة القيادية الخاصة توطن الأنشطة القيادية الخصوصية أو الخاصة هو توطن وضيفي أي أنه يهدف إلى أداء أمثل المقاولة أما توطن الأنشطة القيادية العمومية فيخدع لأعتبارات قومية وتمكننا هذه الملاحظة من فهم توجه بعض الدول إلى التمييز بين مواقع مراكز القرار العمومية والخاصة إذن مراكز القرار العمومية ستتوطن داخل العواصم السياسية كربات بالنسبة للمغرب أما مراكز القرار الخاصة والخصوصية ستتوطن في عواصم أخرى كمدينة الدار البيضاء بالنسبة للمغرب وندخلوا في هذا الصنف صنف مواقع القرار العمومية الخاصة مثلا مواقع القرار الخاصة بالأبنك مواقع القرار الخاصة بمجموعة من الشركات التي تتشتت داخل التراب الوطني إلى غير ذلك إذن هناك بعض الدول كالمغرب والبرازيل يتوفران على عاصمتين يعني عاصمتين تقوم كل منهما بوظائف خاصة الرباط وبرازيليا كعواصم القيادة العمومية والدار البيضاء وسو بولو بالنسبة للقيادة الاقتصادية الآن سنتطرق إلى النقطة أخرى هي أنشطة القيادة العمومية ودورها في تنظيم المجال عند هذا المستوى من التحليل تظهر أهمية المستوى الوطني لماذا؟ لأنه كما رأينا فيما قبل تتوطن وسائل التطير أو القيادة العمومية والخصوصية العمومية والخصوصية تتوطن في العواصم الوطنية بطبيعة الحال حيث تتموقع هذه الأنشطة أولا داخل العاصمة السياسية أو العاصمة الاقتصادية بحيث تتقاطع حدود دائرة النفوذ التابعة للعاصمة الوطنية مع حدود الدولة ماذا يعني بذلك؟ يعني أنها تؤثر وتستقطب كافة التراب الوطني لأنها تصدر قرارات تؤثر بها كافة التراب الوطني في الوقت الحالي تلعب صورة العمومية دورا مهما ومتزايدا بالمقارنة مع الدور المحدود الذي كانت تلعبه قبل القرن العشرين إذ لم يعد دورها محدودا فقط في تسير المجتمع بل أصبحت تسدخل في القطاع المالي ولو أن القطاع المالي تنشط داخله مجموعة من شركات القطاع الخاص ولكن تأطير من الأعلى يكون تأطيرا تشرف عليه الدولة عن طريق البنك المركزي ثم إن التماسك والالتحام المجالي أي الوحدة المجالية للاشتغال تتحقق لكوني كل قرار صادر عن العاصمة فإنه قرار يسري على كافة التراب الوطني وبالتالي إذن يمكن أن نقول أن دائرة نفوذ العواصم السياسية والعواصم الاقتصادية هو كافة التراب الوطني لأن من هذه العواصم تخرج قرارات سواء خاصة أو عمومية تؤثر كافة التراب الوطني وبالتالي تتقاطع حدود المجال الذي تشرف عليه تلك العواصم مع حدود التراب الوطني سنأخذك مثال على ذلك الدور الذي تقوم به أنشطة القيادة المالية في تنظيم المجال يرتبط جزء من قيادة السلطة المالية بالدولة بطريقتين يعني أن الدولة تتدخل في القطاع المالي بطريقتين إما مباشرة حينما تطلع الدولة بالوظيفة البنكية وذلك عن طريق أبناك تابع لها حيث تراقب الدولة مباشرة جزءا من الأموال أو من حركات الأموال بوسطة تلك الأبناك وبوسطة أبناكها الخاصة ووسائل استثمار رؤوس الأموال العمومية لذا يتعلق الأمر هنا بسلطة عمومية أو تتدخل بطريقة غير مباشرة وهذا التدخل يطبع كل بلدان رأسمالية لكن بدرجات متفاوتة ويمكن هنا في هذا الصدد أن نقول على أن الفترة التي بدأ يظهر فيها تدخل الدولة بصورة مباشرة وقريبة جدا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لـ 1930 التي أحدثت ترجة كبيرة في الميدان الاقتصادي ودفعت الدولة إلى التدخل من أجل سير هذا القطاع المالي وإصدار مجموعة من القرارات لضبط هذا القطاع المالي إذا أن تتدخل الدولة في كافة البلدان الرأسمالية لكن هذا التدخل يتم بطريقة متفاوتة حسب البلدان إذا أن تتدخل لمراقبة الحركات المنكية وهي مراقبة تنم عن سلطة مالية خاصة وبالتالي تفرض الدولة على الأبناء الخاصة معايير في اشتغالها ويلعب تدخل الدولة هذا دورا هاما فيما يخص توطي الإدارات المسيرة لأبناء وبالتالي كيف يتحدد تموقع هذه السلطة المالية وما هي مستويات نفوذ المراكز التي تتوفر عليها داخل هذه الدراسة المتعلقة بقيادتي المالية نقتصر فقط على وضع جغرافية للمراكز يعني جغرافية للمراكز سنضع توزيعا أو خريطة لتوزيع المراكز التي تتواجد بها الوظيفة البنكية أكثر من تحديد تدفقات لأنه يصعب دراسة تدفقات المالية وبالتالي سيتم الاقتصار على تكوين فكرة حول الإنعكاسات المالية لقيادة مركز الماء عن طريق فقط تموقع الفروع التابعة له إذن يصعب أو تصعب دراسة تدفقات المالية بل كل ما يمكن القيام به في هذا الصدد هو بناء جغرافية شكلية للمراكز لمراكز القيادة المالية والتي تحدد بتوطن الشركات المسيرة للأبناء أو الشركات المالية وللمجالات التابعة لها والتي تحدد مثل موقع فروعها ولكي نفهم أكثر يمكن أن أعطي مثال من المغرب بصفة عامة تتوطن الشركة المسيرة للأبناء أو الشركات المالية داخل العواصم الوطنية فمثلا البنك الشعبي توجد الإدارة المسيرة لجميع الأبناء الشعبية الموجودة على سعيد المغرب الإدارة المسيرة أو مقر الاجتماعي نقول مقر الاجتماعي يعني هي أكبر إدارة مسيرة إذن يوجد المقر الاجتماعي للبنك الشعبي في الدار البيضاء من هنا تصدر مجموعة من القرارات الهدف منها هو سير الإدارات المسيرة على المستوى الجهوي لأن تحت المستوى الوطني توجد كذلك مقرات اجتماعية للبنك على المستوى الجهوي أو داخل المستويات الجهوية أين توجد هذه المقرات الاجتماعية على المستوى الجهوي؟ توجد داخل العواصم الجهوية وبالتالي سيتوطن المقر الاجتماعي أو الشركة المسيرة جهويا مثلا مغرب بجهة فاس مكناس ستتوطن داخل مدينة فاس لماذا مدينة فاس؟ لأنها هي العاصمة الجهوية على مستوى جهات الريبات سالة القنيترة أين سيتوطن المقر الاجتماعي للبنك الشعبي؟ سيتوطن طبعا الحال داخل مدينة الريبات لأنها هي العاصمة الجهوية لجهات الريبات سالة القنيترة إذن هنا تحدثنا عن مستويين مجاليين المستوى الأول هو المستوى الوطني حيث يوجد المقر الاجتماعي الذي يشرف على جميع المقرات الاجتماعية الجهوية إذن يصدر قرارات تسري على كل المقرات الاجتماعية الجهوية وتسير كل المقرات الاجتماعية الجهوية تحت هذا المستوى اظهر مستوى الثاني وهو مستوى المستوى الجهوي حيث تظهر مقرات اجتماعية للبنك الشعبي مثلا على المستوى الجهوي داخل العواصم الجهوية أما تحت هذا المستوى فماذا نجد؟ نجد مجموعة من الفروع المتعددة تابعة للبنك الشعبي ستتوزع مجاليا بطريقة تستطيع معها أن تؤثر أكبر عدد ممكن من الزبنة إذن هنا تخرجنا ثلاثة مستويات مجالية المستوى الوطني المستوى الجهوي ثم المستوى المحلي النقطة الموالية التي سنتناولها بالدرس الأنشطة الخدماتية ودورها في تنظيم المجال تضم الأنشطة الخدماتية كل الأنشطة التي تقدم خدمة بمعناها العام للزبون بحيث أن اشتغالها يرتبط بعلاقتها المباشرة مع الزبون لهذا فهي تختلف عن الأنشطة القيادية التي كما رأينا سابقا لا علاقة مع شركات أخرى إذن هذه العلاقة تعكس لنا تسير الشركات القيادية لتلك الشركات التابعة إذن العلاقة التي تنسجها الأنشطة الخدماتية هي العلاقات مباشرة مع الزبون هي جزء من الوظائف الحضارية إذن هناك أنواع متعددة للأنشطة الخدماتية داخل المدينة فهناك الأنشطة التجارية بكل فروعها الأنشطة البنكية تعليم صحة ثقافة استشارة القانونية إلى غير ذلك من الأنواع التي تتوفر داخل المدينة تجمع ما بين هذه الأنشطة العلاقة المباشرة مع الزبون وتعتبر هذه العلاقة أساس تنظيم أصبح كلاسيكيا في الجغرافية الحضارية إذ أن تنظيم المجال يرتكز على مركز تتوطن داخله الأنشطة الثالثية ثم نطاق نفوذ يتواجد داخله المستعملون لتلك الخدمة وبالتالي يعتبر المستوى المجالي الجهوي هو الأكثر ملاءمة لدراسة هذا النوع من الأنشطة الحضارية إذن تتوفر المدينة على تجهيزات تجارية بالجملة وشبه الجملة تخولها لكي تقوم بدور منضم لمجالها الجهوي داخل المدينة بطبيعة الحال نجد عدة تخصوصات مثلا في ما يخص قطاع التجارة تتوفر المدينة على تجارة جملة تجارة تقصيط أو تجارة شبه جملة لكن حينما نريد أن نتطرق لدور الجهوي للمدينة فإننا سوف نستبعد تجارة تقصيط التي تخدم بها المدينة فقط ساكنة محلية وسوف نعتمد على تجارة الجملة لأن تجارة الجملة هي التي تخول المدينة أن تقوم بدورها الجهوي يبرز هذا الدور من خلال وظيفتين أساسيتين وظيفة الجمع يعني أن المدينة تتطلع بجمع مواد فلاحية داخل الريف الذي يتبع لها إذن وإما أنها تعيد بيعها في نفس الأماكن التي جمعتها منها أو في أماكن أخرى أو تحولها وتوزعها بعد ذلك الوظيفة الثانية التي تتطلع بها المدينة في هذا الإطار هي وظيفة التوزيع أي توزيع مجموعة من البضائع يحتاجها السكان داخل دائرة نفوذ المدينة تعتبر دراسة البنيات التجارية وطريقة اشتغالها أساسية لتحديد دائرة نفوذ المدينة وكذلك كتافة الطيارات التي تتم داخل دائرة النفوذ وبالتالي لماذا يمكن أن نعتبر الأنشطة الخدماتية الأساس الأكثر منطقية في تحديد الجهة؟ داخل الجغرافية العملية أو تطبيقية يتم الحديد في هذا السدد عن وظيفة تأطير ترابي للمركز وهي طريقة أخرى لوصف نفس الضائرة أو الضائرة تأطير الجهوي أو الإشراف على جهة إلى مير ذلك لهذا تعتبر أنشطة الخدمات القاعدة الأكثر منطقية لتحديد الجهة الأنشطة الخدماتية ودورها في تنظيم المجال تضم هذه الأنشطة كل الأنشطة التي تقدم خدمة بمعناها العام للزبون سواء تعلق الأمر بأنشطة تجارية أو أنشطة خدماتية بحيث أن اشتغالها يرتبط بعلاقتها المباشرة مع الزبون فهي إذن في جوهرها تختلف عن الأنشطة القيادية هي جزء من الوظائف الحضرية أنشطة تجارية، البنكية، التقافية، أنشطة متعلقة بالصحة، بالتعليم إلى غير ذلك تجمع ما بينها العلاقة المباشرة مع الزبون وتعتبر هذه العلاقة أساس تنظيم أصبح كلاسيكيا الآن في الجغرافية الحضرية إذ أن تنظيم المجال يرتكز على ثلاث مكونات أو على ثلاثية إذن المركز تتوطن فيه الأنشطة الثالثية نطاق نفوذ حيث يوجد مستعملون أو الزبناء في هذا المجال وعلى عكس الأنشطة القيادية يعتبر المستوى المجالي الجهوي الأكثر ملائمة أما بالنسبة للأنشطة القيادية فقد رأينا على أن المستوى المجالي الوطني هو الأكثر ملائمة لدراسة دور أنشطة القطاع الثالث القيادية في تنظيم المجال والمكونات الثالث هو التدفقات تتوفر المدينة على تجهيزات تجارية سواء بالجملة أو بالتقسيت لكن هناك بعض الأنشطة التجارية هي التي تقوم بدور التنظيم الجهوي فتجارة التقسيت مثلا هي هو نشاط يوجد في كل المدن كيفما كان حجمها ولكن دورها لا يتعدى حدود المدينة التي تتوجد فيها في حين أن تجارة الجملة أو شبه الجملة هي هو النوع من النشاط الذي يخول للمدينة أن تقوم بدور جهوي وبالتالي يبرز هذا الدور من خلال وظيفتين أساسيتين تتطلع بهم المدينة عن طريق تجارة الجملة الوظيفة الأولى هي وظيفة جمع المواد الفلاحية تجمع مواد فلاحية متشتتة داخل الريف المحيط بها وتعيد بيعها في نفس الأماكن التي جمعتها منها أو في أماكن أخرى أو تحولها بهدف توزيعها فيما بعد الوظيفة الثانية التي تطلع بها المدينة هي توزيع مجموعة من البضائع التي يحتاجها السكان داخل دائرة نفوذ هذه المدينة وبالتالي تعتبر دراسة البنيات التجارية وطريقة اشتغالها أساسية لتحديد دائرة نفوذ المدينة أو نطاق نفوذ المدينة وكذلك كتافة التدفقات التي تتم داخل تلك الدائرة أو داخل ذلك النطاق لماذا تعتبر هذه الأرشيطة الأساسة الأكثر منطقية في تحديد الجهة؟ داخل الجغرافية العملية أو التطبيقية يتم الحديث في هذا الصدد عن وظيفة تطير الترابي للمركز وهي طريقة أخرى لوصف نفس الدائرة لهذا تعتبر أنشطة الخدمات القاعدة الأكثر منطقية لتحديد الجهة الإطار العام للتنظيم المجالي لأنشطة القطاع الثالث يعني كيف تتمظهر هذا الدور الذي تقوم به المدينة انطلاقا من أنشطة القطاع الثالث ستطلب أنشطة القطاع الثالث عددا من المستعملين المتواجدين داخل نطاق يحيط بالمدينة التي توجد داخلها الخدمة لذلك نجد دائما تلك التلاتية في تنظيم المجال التي تحدثنا عنها فيما قبل والتي ترتبط بأنشطة الخدمات مفهوم المركز يحدد بالمكان الذي توجد داخله الخدمة مفهوم نطاق النفوذ حيث يوجد مستعمل تلك الخدمة ثم مفهوم تدفقات تربط تلك التدفقات بين المركز الذي يوفر الخدمة والنطاق الذي يوجد فيه أو داخله مستعمل تلك الخدمة وتحدد هذه العناصر الثلاثة جغرافية أنشطة القطاع ثالث مفهوم مركز الخدمات تتم دراسة هذا المكوين أو مركز الخدمات بالاعتماد على مرحلتين المرحلة الأولى هي البحث عن القاعدة المجالية أي المجال الذي تتواجد داخله أو يتواجد داخله المستعملون لتلك الخدمة يعني لكي ندرس أنشطة القطاع الثالث يمكن أن نقوم ببحث ميداني داخل النطاق الذي يوجد داخله المستعملون لتلك الخدمة لكن هناك صعوبات يصطدم بها البحث هي هو التشتت الكبير للأنشطة داخل المجال يمكن أن نقوم بدراسة تركز الأنشطة داخل نقطة مجالية متميزة باعتبار مفهوم المركز كتجمع للخدمات مقابلة تشتت للمستعملين إذن يمكن أن نقارب أنشطة القطاع الثالث انتلاقا من المراكز التي توفر تلك الخدمات وبالتالي فبالنسبة لجغرافية المراكز المراكز الحضرية التي توفر تلك الخدمات تعتبر المنهجية بسيطة جدا بحيث نقوم بوضع تصنيف لتلك المراكز على أساس ماذا؟ على أساس ما تحتويه من تلك الخدمات إذن من حيث أصناف تلك الخدمات ومن حيث عددها إذن من حيث تنوعها وعددها وانطلاقا من هذين المعطيين نضع ترتيبا تصنيفا لتلك المراكز حسب المراكز حسب من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية ومرتكزين في ذلك على أهمية أنشطة القطاع الثالث ثم بعد ذلك نقوم بدراسة توطن تلك المواقع المركزية يعني كيف توزع مجاليا وأين توجد مجاليا مفهوم دائرة النفوذ يعتبر هذا المفهوم صعب التحديد ويعتبر كذلك من الدراسة الصعبة في إطار الجغرافية لأنه من الصعوبة بمكان تحديد دائرة النفوذ أو نطاق النفوذ بدقة لسببين أساسيين سبب الأول هو أنه بما أن مفهوم المركز داخل المجال يعتبر كتجمع للخدمات فمن الصعب أن نجد نفس دائرة النفوذ بالنسبة لكل خدمة بحيث أن كل الخدمة وكل نشاط داخل المدينة تترتب عنه دائرة نفوذ خاصة به وبالتالي إذا أردنا أن نمثل كرتغرافيا دوائر نفوذ كل الخدمة على حدة فإننا في كل مرة سنحصل على نطاق نفوذ نطاق نفوذ لخدمة ما مختلف عن الخدمة الثانية من هنا تأتي الصعوبة أولا لذا فإن مفهوم نطاق النفوذ هو شيء مجرد بالنسبة لواقع تنظيم المجال حيث يتكون هذا النطاق من ماذا؟ من تجاور أو تداخل لنطاقات نفوذ لا تتقاطع بطريقة مضبوطة هنا يطرح مشكل وضع حدود لذلك النطاق المندم من طرف المدينة التي تطلع بمهام تأطير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجهة التي تشرف عليها يمكن بالفعل أن نلاحظ دائرة نفوذ خاصة بالخدمة الصحية تختلف عن دائرة نفوذ الخاصة بالتجارة ثم هناك دوائر نفوذ أخرى مختلفة أيضا مثلا دائرة نفوذ الوكالات البنكية التي تختلف بدورها عن دائرة نفوذ النشاط الصحي أو التعليمي إلى غير ذلك إذن في كل مرة ندرس دائرة نفوذ نخرج بتمثيل كارتغرافي يبين لنا الاختلافات الواضحة بين دوائر النفوذ لكل نشاط على هدى بل أحيانا تظهر تفاوتات حتى بالنسبة لنفس الخدمة نعتمثل على ذلك خدمة الصحة بحيث يمكن أن نجد نطاق نفوذ طبيب ما يختلف تماما عن نطاق نفوذ طبيب آخر مثلا الطبيب الأول يعتبر نطاق نفوذي أكثر تساعا لماذا؟ لقاعدة الزبائل التي أصبح يتوفر عليها ولأنه أصبح مشهورا إلى غير ذلك كل هذه الاعتبارات تجعل مسألة تحديد دائرة النفوذ الشاملة والتامة لكل مركز حضرية على هدى صعبة جدا إذن التضارب واضح بين مركز الخدمات الواضح للحدود يعني مركز الحضري الذي توجد داخله أنشطة القطاع الثالث وحدود نفوذه الشديدة التباين تبعا لسنف الخدمات بل حتى داخل نفس الخدمة لتجاوز ذلك نجد على أن الدارسين أو الباحثين غالبا ما يعمدون إلى تحديد نطاق متجانس يتقاطع أو تتقاطع داخله كل نطاقات النفوذ كما سنرى في مثال سيأتي فيما بعد إذن يحاول الدارسون أن يضعوا نطاق نفوذ متجانس تتقاطع داخله كل نطاقات النفوذ الخاصة بكل خدمة على حدة إذن هناك صعوبة في وضع حدود لدائرة النفوذ بسبب الاختلافات الواضحة في دوائر النفوذ الخاصة بكل خدمة على حدة السبب الثاني عدم وضوح هذه الحدود يرجع إلى الطابع الشكلية لمفهوم الحدود فحتى إذا قمنا بوضع حدود عامة لنفوذ مركز ما فيعني ذلك من وجهة نظر تنظيم المجال أن نطاق النفوذ يتوقف فوق ذلك الخط إلا أن ذلك لا يعني باتاتاً أن هذا النطاق هو نطاق مجال متجانس على مستوى الدور الذي تتطلع به المدينة أو المركز بل داخل نفس دائرة النفوذ التي وضعنا حدوداً لها حدوداً عامة لها داخل هذا النطاق نجد على أن التأثير أو تأثير المدينة أو نفوذ المدينة ليس متجانساً بل يختلف كثيراً حسب الابتعاد أو القرب من المركز الحضاري وبالتالي يمكن أن نجد نفوذاً جزئياً فقط في أماكن لا يلجأ فيها السكان للمركز إلا في بعض الحالات ثم قد يوجد بالقرب من ذلك المركز تأثيرات قوية لمركز آخر تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى ظهور علاقة قوية مع ذلك المركز إذن لكل هذه الاعتبارات يظل المفهوم الأكثر شمولية هو مفهوم كتافة التأثير أو كتافة تأثير للمركز داخل نطاق نفوذه وكذلك تفوتات التي تطبع هذا التأثير هكذا يمكن أن نحدد نطاقات تابعة للمركز وهي نطاقات تستمد تجانسها كما قلت قبل قليل من ارتباطها الشامل بذلك المركز ونطاقات أخرى لا تربطها إلا علاقات مؤقتة معه إذن داخل نطاق النفوذ هناك نطاقات مرتبطة بقوة بالقطب الجهوي لأنها تربطها علاقات قوية معه وهناك نطاقات أخرى يعني تربطها علاقات مؤقتة فقط وتصبح العلاقات هنا أقل كتافة من الأولى وإذا اعتبرنا وجود تجارس في القدرة الشرائية للمستعملين لخدمات خاصة مؤدة عنها فإن كتافة التأثير تتغير حسب قرب مركز آخر حيث تتحدد العلاقات بالمنافسة بين المركزين إذن هناك عدة اعتبارات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار الاعتبار الأول هو وجود اختلاف كتافة التأثير داخل نطاق النفوذ ثانيا إذا اعتبرنا نفس الخدمة فإن ما يحدث الفرق هو قرب مركز آخر هذا المركز يدخل في منافسة مع المركز الأول ويتقاسم وإياه التأثير داخل نطاق النفوذ وبالتالي نجد ماذا نجد دائرة النفوذ أو نطاق النفوذ يتهيكل على الشكل التالي هناك أولا هالة أولى قريبة من المركز تركز أهم العلاقات مع المركز بسبب القرب من هذا المركز ثم نجد نطاقا تانيا متفاوت الاتساع يظل تأثير المركز فيه مهيمنا لكن جزء من التدفقات يستقطبها مركز آخر ذلك المركز الذي سوف يدخل في منافسة مع المركز الأول وسوف يحرمه من جزء من زبنائه ثم نجد نطاقا ثالثا تتوجه داخله إذن هو أكثر ابتعادة من النطاقين السابقين بحيث تتوجه داخله التدفقات تقريبا بطريقة متساوية نحو المركزين نحو المركز الأول الذي يقوم بتنظيم ذلك المجال الجهوي ثم المركز الثاني الذي دخل في منافسة معه إذن في هذا النطاق الثالث نجد على أن كلا المركزين يستحوذان على جزء من هذا النطاق بطريقة قريبا متساوية قبل أن ندخل في نطاق آخر هو نطاق رابع حيث ندخل في إطار هيمنة المركز الثاني هكذا تظهر إذن جليا صعوبة تحديد نطاق النفوذ مما يعطيه طابعا شكليا هذه الخريطة تبين لنا نطاق نفوذ تجارة الجملة بمدينة فاس وهي مستقات من بحث قمت به في إطار دكتورة سلك الثالث التي قدمتها بفرنسا إذن قمت بدراستي التدفقات المترتبة عن تجارة الجملة التي تتوفر عليها مدينة فاس بعد دراسة مجموعة من التدفقات التي سنراها فيما بعد تمكنت في النهاية إلى وضع حدود لدائرة النفوذ أو لنطاق النفوذ لكن داخل هذا النطاق يختلف التأثير أو تأثير مدينة فاس أو تأثير تجارة الجملة داخل مدينة فاس يختلف التأثير حسب القرب أو ابتعاد عن مدينة فاس بحيث يمكن أن نميز داخل نطاق النفوذ ثلاث مستويات أو ثلاث نطاقات ثلاثة نطاقات النطاق الأول الذي مثلته هنا باللون الأخضر ويمثله تأثير المباشر لمدينة فاس إذن هناك تدفقات قوية مباشرة تربيط بين مدينة فاس وهذا النطاق الأول ثم نطاق الثاني يبتعد أكثر عن مدينة فاس أسميته النطاق التأثير غير المباشر لماذا أسميته كذلك؟ لأن مدينة فاس هنا تدخل يعني تتقاسم التأثير هنا مع مدن أخرى أقل أهمية كما نجد هنا في هذا الجزء الجنوب الشرقي لمدينة فاس حيث تدخل هنا على الخط مدينة سفرو وتتشارك مع فاس في تأثير هذا الجزء ثم نطاق آخر يتكون من ماذا؟ من دائرة أو نطاق نفود يعني تتقاسمه مدينة فاس مع مدن أخرى أكثر أهمية من سفرو مثلا هنا في هذا الجزء نجد على أن تأثير مدينة فاس يقل لماذا؟ لأن هناك مدينة سازة كمدينة متوسطة في ذلك الوقت بدأت تتقاسمه مع مدينة فاس جزءا من تأثير الجهوي في هذه المنطقة ثم الحسيمة في هذا الجزء الشمالي لمدينة فاس إلى غير ذلك فيما يخص هذا الجزء الجنوبي الغربي نلاحظ على أن امتداد أو تأثير مدينة فاس يعتبر ضعيفا في هذا الجزء ومحدودا لماذا؟ لأن هنا يتوقف تأثير مدينة فاس لكي يظهر تأثير قطب جهوي آخر وهو مدينة مكناس لهذا نجد على أن تأثير مدينة فاس في هذا الجانب يعتبر محدودا جدا هذه الخريطة تبين لنا مثلا ثانيا عن تدخل نطاقة النفوذ مثلا في هذه الخريطة نجد مجموعة من نطاقة النفوذ التابعة لمجموعة من العواصم الجهوية مثلا ليون كلير منفيرون ليموج نوند إلى غير ذلك ثم نجد نطاق نفوذ مدينة باريس جد ممتد الذي تندرج داخله نطاقات نفوذ تابعة لمدن أخرى أقل أهمية كمدينة بورج أورليان المون تخوي 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 غينس إلى غير ذلك إذن نطاقات النفوذ التي تم تمثيلها انطلاقا من دراسة تأثير أنشطة القطاع الثالث في تنظيم المجال بالتالي فإن جغرافية حقيقية لأنشطة الخدمات يجب أن تكون قادرة على تعويض المفهوم الشكلي لنطاق النفوذ بمفهوم ملموس أكثر وكمي أكثر وهذا المفهوم إذن هو مفهوم التدفقات إذن تدفقات العلاقات متلاقا من المركز للخدمات وترتكز هذه الجغرافية على مفهومين أساسيين مفهوم المركز ومفهوم التدفقات إذن مفهوم التدفقات متلاقا من هذه المراكز وفي اتجاه هذه المراكز إذ تترجم هذه التدفقات بماذا؟ بالاتجاه أولا إذن هناك اتجاه عموما من المركز وإلى المركز ثم الكتافة التي تبين لنا كتافة التأثير إذن مفهوم التدفقات يصعب تحديد جغرافية التدفقات على عكس المراكز إذن كما رأينا سابقا فإن تحديد القاعدة قاعدة الأنشطة الثالثية بالنسبة للمراكز تعتبره سهلة بالنسبة للدارس لأنه يكفي فقط أن نقوم بجرد شامل لتلك الأنشطة الثالثية التي يتوفر عليها المركز ثم وضعت ثنيف لها حسب النوعية نوعية الأنشطة تجارية خدماتية ثم داخل كل سنف على حدة لا نضع أصناف أخرى بالإضافة إلى ذلك يمكن كذلك أن نضع تصنيف كما رأينا للمراكز حسب عدد الأنشطة الثالثية وأصناف أنشطة الثالثية لكن حينما يتعلق الأمر بالتدفقات يصبح دراسة تلك التدفقات صعبا لماذا؟ لأن الوثائق التي يتم الاعتماد عليها قليلة في هذا الإطار وهي وثائق في أغلبها غير مباشرة مرتبطة بالنقل خارج إطار هذه المعطيات على مدى تعتمد هذه الدراسات المرتبطة بالتدفقات تعتمد على بوحوت ميدانية جد مكلفة ومن بين البوحوت الميدانية التي تمت في هذا الاتجاه والتي أصبحت معروفة ومشهورة في الوقت الحالي هي استمارة بياتيه وهو جغرافي فرنسي إذن استمارات بياتيه تعتبر من أهم الاستمارات التي قام فيها هذا الباحث بمسائلة المستعملين المحتمالين للخدمات لكل المراكز الفرنسية الصغرى والمتوسطة هو بحث ميداني دخم جدا توجه للمستعملين المحتملين داخل المراكز الصغرى والمتوسطة داخل كل تراب الفرنسي تمت هذه الدراسة في الستينات من القرن الماضي ومن ذلك الوقت أصبحت من بين البراج المهمة وكان منهجية يتبعها الباحثون في الوقت الحالي هذه الخريطة تبين لنا تمثيل كرتوغرافي يعتمد على التدفقات إذن تمثيل التدفقات يتم على شكل خطوط سيابية تربط بين المراكز التي تتوفر على الخدمة هنا مثلا من دمارسان ثم الأماكن التي يوجد داخلها المستعملون لتلك الخدمة إذن انتلاقا من هذه التدفقات يمكننا أن نضع دائرة نفوذ لهذا المركز بتتبع هذه الخطوط الإنسيابية أو التدفقات ثم في مرحلة ثانية يمكننا أن ندرس مدى التأثير بحيث حينما نمثل تلك التدفقات يمكننا أن نستخرج مثلا تأثيرا قويا بالقرب من المركز ويدعف هذا التأثير كلما ابتعدنا عن المركز هذه الخريطة أو هذا التمثيل يبين تمثيل التدفقات لمجموعة من المدن زائد مجموعة من القرى الكبرى وعلاقتها بالمجال إذن هنا تظهر قرى لها علاقات مجالية محدودة مع المجال ثم مدن يتتسع دائرة نفوذها إذن يمكن تمثيل العلاقات التي تربط بين المركز ودوائر النفوذ أو دراسة مسألة تدفقات في هذين الشكلين إذن الشكل الأول موجود على اليسار يمثلنا دائرة نفوذ أو نطاق نفوذ مدينة فاس في جمع الحبوب ثم على اليمين دائرة نفوذ أو نطاق نفوذ مدينة فاس في جمع الزيتون إذن فكرة الأساسية هي أن في كل مرة ندرس خدمة ما أو ندرس نشاطا تجاريا ودوره الجهوي نضع تمثيلا كارتوغرافيا نبين فيه مسألة تدفقات التي تربط بين المركز الذي توجد فيه الخدمة ثم نطاق النفوذ لتلك الخدمة وبعد ذلك نضع حدودا لذلك النفوذ التابع لمدينة فاس ونستخرج كذلك كتافة نفوذ مدينة فاس إذن نرجع لهذا الشكل الأول موجود على الياثار الذي يمثل وظيفة تطلع بها المدن الكبرى يعني المدن التي تنظم مجالا جهويا تابعا لها هي جمع الحبوب أو وظيفة الجمع المنهجية التي اعتمدتها هنا من أجل جمع المعطيات التي قادتني بعد ذلك إلى وضع هذا التمثيل الكارتغرافي هو أنني سألت أو قمت بمحت ميداني داخل مدينة فاس عند التجار جملة الذين يطلعون بوظيفة جمع المواد الفلاحية داخل الأرياف ثم قمت كذلك بجمع مجموعة من المعطيات داخل مجموعة من الأسواق الموجودة شمال مدينة فاس وانطلاقا من المعطيات التي تم جمعها تمكنت من وضع هذه الخريطة وهذا التمثيل الكارتغرافي الذي يبين هنا نطاق نفوذ مدينة فاس فيما يخص جمع الحبوب بحيث أن هذا التمثيل الكارتغرافي يمكننا من وصف هذا التأثير الذي يعتبره تأثيرا قويا في هذا النطاق القريب جدا من فاس في حين أن التأثير يتلاشى في الأماكن البائدة ثم ضعف المتير للانتباه لتأثير مدينة فاس في هذا الجانب واسترنا ذلك بكم أن هذا المجال هو مجال تتقاسم فيه عاصمتان جهويتان تأثير هي مدينة فاس من جهاتهم ومدينة كناس من جهاتهم أخرى بالشكل الثاني على اليمين يبين لنا نطاق نفوذ مدينة فاس فيما يخص جمع الزيتون بحيث أن المعطيات التي تم جمعها لتوصل إلى وضع حدود لتأثير مدينة فاس إنه في انطلاقا من الأسواق الأسبوعية حيث تم وضع هذه الخريطة التي تبين تدفقات بين فاس ونطاق نفوذها بحيث أنه يمكن أن نقول أن هناك ملاحظة الملاحظة الأولى هو أن هناك تأثير قوي جدا بالقرب المدينة فاس وخاصة منطقة سعيس التي تمد فاس بأدخم كمية من الزيتون هنا ثم هناك تدفقات طويلة جدا تقودنا إلى مدينة زرهون تدلى إلى غير ذلك إذن هناك تدفقات محدودة جهوية ثم تدفقات تخرج عن نطاق الجهة تبي لنا قوة تأثير مدينة فاس وقوة برج وزيتها التي تطلع بوظيفة الجمع فيما يخص هذا الشكل تم تمتيل نوعين من التدفقات إذن التدفقات التي تأتي من داخل الجهة مبتلت باللون الأزرق ثم التدفقات التي أتت من خارج النطاق الجهوي أو النطاق تأثير مفوذ مدينة فاس مبتلت باللون الأسفر هذا الشكل يبين لنا دائرة نفوذ عاصمة جهوية اللي هي دائما مدينة فاس ودورها في جمع المواشي إذن مبتلت هذه أو مبتلت هذا التأثير بالتدفقات واستعملت هنا لونين اللون الأخضر واللون الأسفر لإظهار ماذا؟ لإظهار تجاهين لتلك التدفقات فاللون الأخضر يبين لنا ماذا؟ التدفقات التي تأتي من الخارج في تجاه السوق المواشي داخل مدينة فاس ثم التدفقات باللون الأسفر تبين لنا تدفقات تخرج من فاس في تجاه خارج مدينة فاس المعطيات التي تم جمعها من أجل وضع هذا النطاق النفوذ بالاعتماد على التدفقات وبحث الميداني الذي تم إجراؤه لسوق المواشي لمدينة فاس الذي يعتبر من أهم الأسواق على مستوى المغرب وبالتالي نفس الفكرة التي بيناها قبل قليل تتوضح هنا بحيث أن تأثير مدينة فاس فيما يخص جمع المواشي يعتبر تأثيراً قوياً في النطاقات القريبة من فاس ويتضاءل هذا التأثير في النطاقات التي تبعد عن مدينة فاس بالإضافة إلى وجود تدفقات بعيدة نحو الجنوب وتمونح وتدلاء والشاوية ولكنها تدفقات لا تحمل إلا أعداد قليل يعني أقل كتافة من الأخرى ثم دائماً في هذا الجزء تجد مدينة فاس صعوبة في بسط نفوذها على هذا الجزء بحيث تصبح تدفقات قصيرة جداً بفعلي وجود عاصمة أخرى وهي مدينة مكناس التي تتقاسم مع مدينة فاس تأثير هنا بحيث أن هذا التأثير الذي ينقسم بين فاس ومكناس يمكن أن نضع حدوداً له ومدينة صغيرة لتوجتات أو توجدات الموجودة في نصف المسافة بين مدينة فاس ومدينة مكناس يعني على بعد 30 كم في الجانبين بين مدينة فاس ومدينة مكناس هذا الشكل يبين لنا أو يعطينا فكرة عن وظيفة التوزيح بحيث يبين إشعاع تجارة الجملة لمدينة فاس عبر شبكة الأسواق الأسبوعية طريقة التي تم الاعتماد عليها من أجل وضع دائرة النفوذ هذه والبحث الميداني الذي تم عند تجارة الجملة لمدينة فاس تجارة جملة الذين يوزعون مجموعة من المواد الحضرية ثم داخل مجموعة من الأسواق الأسبوعية لكن أهمية البحث الميداني تمت عند تجارة جملة بالنسبة لمدينة فاس بحيث كنت أسألهم عن تواجد زبنائهم وهؤلاء الزبنائهم إما تجار تقصية موزعون داخل المجال أو أسواق أسبوعية يتوجه إليها أسواق إذن مدينة فاس تطلع بمسألة تأطير الجهوي عن طريق تفزيع المواد الحضرية بحيث ترتكز على ركزتين ركزة الأولى هي أنها تعتمد في تأطير مجالها الجهوي على الأسواق الأسبوعية بحيث أنها توزع مجموعة من المواد التي يتم إما إنتاجها محليا أو أنها تستوردها من مدينة أخرى فإنها تعيد توزيعها داخل الجهة بواسطة شبكة الأسواق الأسبوعية المتواجدة داخل نطاق النفوذ وبالتالي نفس الفكرة التي درسناها قبل قليل دي الكتافة تأثير تأثير مدينة فاس يصبح كتيفا في هذه النطاقات إذن تأثير كتيف جدا في النطاقات القريبة من المدينة ويتضاءل تأثير كلما ابتعدنا عن المدينة ثم تأثير مهم جدا في النطاقات الموجودة في الشمال والشمال الشرقي لمدينة فاس هذه الصورة التي أخذت من بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي تدخل داخل نطاق نفوذ مدينة فاس يظهر جيدا الدور الذي تلعبه الشاحنات ووسائل نقل أخرى في نقل البدائع وفي توزيعها عبر شبكة الأسواق داخل نطاق النفوذ التابع لمدينة فاس دين عموما يمكن أن نميز أربع أنواع من الأقاليم التابعة للمدينة فهناك الأقاليم كاملة الاستقطاب وهو نموذج نظري أكثر منه واقعي إذ يفترض أنه داخل الرقعة الترابية التي تشكل إقليم المدينة تتم كل العلاقات مع هذه المدينة إذن انتلاقا من هذا التعريف إنه نموذج يصعب إيجاده على أرض الواقع الأقاليم غير تمت الاستقطاب جل العلاقات تتم مع المدينة القطب الجهوي غير أن هذا لا يمنع من وجود علاقات مع مدن أخرى المدن التي تتقاثم تأثير مع القطب الجهوي ثم هناك نوع آخر من الأقاليم الأقاليم ضعيفة الاستقطاب حالة كثيرة الانتشار في مدن العالم نامي وتنجم عن ضعف القدرات الاستهلكية ونقصة جهيزات الأساسية ثم هيمنت الأنشطة الاقتصادية ذات الاستقطاب الخارجي أحسن مثل على ذلك يمكن أن نتحدث هنا عن مدينة إفرام التي تجد صعوبة في تأثير مجالها التابع لها أو إقليمها نتيجة لأنها لا تتوفر على وسائل تأثير الجهوي بل تتوفر على بعض الأنشطة ذات الاستقطاب الخارجي كجامعة الأخوين مثلا هناك نوع آخر وهي المدن بدون أقاليم مدن من نوع الذي يدير وجهه أو ظهره للأرياف المجاورة ويتعلق الأمر بأنواع مختلفة بعض الموانئ من مخلفات الفترة الاستعمارية أو بعض المدن الطرقية التي تركز نشاطاتها أكثر في وظيفة العبور والمدن من جميع التي تركز أهم أنشطتها على استخراج المعادن بعد وضع تحديد للعقاليم التابعة للمدينة من خلال دراسة الوظائف التي تقوم بها تلك المدينة يمكننا أن نخرج من جمعة من نتائج من أهمها تحديد الشبكة الحضرية التي ترتكز عليها تلك الجهة المستقبلة من طرف القطب الجهوي إذن الشبكة الحضرية هي التوزيع المجالي لمجموعة من المدن داخل إطار مجالي عموما جهة أو بلد إلا أن المدن داخل هذا المجال ليس لها نفس الحجم ولا نفس الوظائف وتبين خريطة أو خرائط توزيع المدن شبكات حضرية مختلفة من حيث الكتافة ومن حيث التوزيع إذ نجد شبكات حضرية تامة يعني أنها تتبع تسلسلا يفضي في النهاية إلى العاصمة الجهوية إذن مرورا بالمدن المتوسطة في المدن الصغرى هناك شبكات حضرية غير تامة بحيث أنها في بعض الأحيان تغيب فيها بعض المستويات المجالية كمثال على ذلك نأخذ بعض المناطق في الجزائر حيث تظهر بعض الجهات ذات شبكات حضرية غير تامة حيث تتوفر على مدن كبرى أو أقطاب جهوية وتحت مستوى الأقطاب الجهوية نجد مدن صغرى بحيث تغيب المستويات الخاصة بالمدن المتوسطة يمكن لشبكة حضرية أن تجمع عدة دوائر نفوذ تابعة للمدن الموجودة داخل حدود مجال تلك الشبكة يعني أن دائرة نفوذ تابعة للقطب الجهوي سوف تندرج داخله دوائر نفوذ تابعة للمدن المتوسطة التي بدورها سوف تندرج داخلها دوائر نفوذ تابعة للمدن الصغرى إذن مسألة التراتبية داخل الشبكة الحضرية هذا الشكل يبين لنا الشبكة الحضرية لجهة فاس بعد الدراسة التي قمنا بها حول تجارة الجملة ودورها في تأطير المجال الجهوي إذن بعد كل الدراسات التي تمت حول هذا الموضوع تم الخروج يعني بوضع خريطة تبين لنا الشبكة الحضرية التي تترأسها مدينة فاس إذن يمكن أن نقول على أن هذه الشبكة الحضرية تتميز تقريبا بالتوازن بحيث أن في قمة الهرم نجد مدينة فاس كقطب جهوي ثم تحت مستوى مدينة فاس توجد مدن متوسطة من قبيل مدينة تازع ومدينة فرو ثم مدينة وزان ثم كوكبة من المدن الصغرى إذن كلها تنتمي أو تدخل ضمن دائرة نفوذ مدينة فاس التي تعتبر قطبا جهويا التراتبية المدن تفضي دراسة العلاقات بين المدن ومحيطها إلى وضع تصنيف لمختلف المراكز التي توجد داخل الجهة ويمكن أن يكون هذا التصنيف وظيفيا أو تسلسليا بمعنى التمييز بين المدن حسب مستوى ما ما هي المعايير التي يجب الاعتماد عليها لوضع هذا التصنيف فالتسلسل أو التراتبية يعني تسلسل متوفر على قاعدة وقمة ولوضع هذا التسلسل يمكن أن نرتكز على عدد السكان طبيعة التجهيزات قياس قوة الجذب مع اعتبار حجم دوائر الجذب التي يتوفر عليها كل مركز على حدة ترجمة نانسي قنقر